اشتركوا في القناة والمبدأ الثاني الخروج على ولاة امور المسلمين وشق عصى الطاع هذا هو بسبب الغلوب واخذوا النصوص التي تدل على الكفر او على الشرك اخذوها على ظاهرها دون ان يجمعوا بينها وبين النصوص الاخر فان الكفر ينقص ملاقسمين كفر اكبر وكفر اصغر والشرك ينقص ملاقسمين شرك اكبر وشرك اصغر الشرك الاكبر يخرج من الدين وينقض الاسلام والشرك الاصغر لا يخرج من الدين لكنه ينقص ينقص الاسلام والايمان هم لا يفرقون بين هذا وها ليس عندهم كفر اصغر ولا شرك اصغر انما الكفر عندهم شي واحد كل خروج من الدين والشرك كل خروج من الدين ما فيها اصغر واكبر واخذوا بظواهر النصوص وتركوا النصوص الاخرى التي تفصل هذه الامور وتقسمها الى قسمين لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالدين وعدم تمكنهم من العلم وصاروا يكفرون الناس ويبالغون في التكفير من غير فقه ومن غير روية ويطبقون النصوص على غير محلها لان ما عندهم فقه ليس عندهم فقه مجرد قر يقرؤون ولا يفهمون المعنى يطبقون على الناس هؤلاء هم صوارف ولهم ورثة الان الان مع الاسف لهم ورثة لمن يخفرون الناس ويغالون في التكفير ويستحلون الدماء بحجة ان هؤلاء كفار لهم ورثها الان من شبابنا ومن جهالنا ومتعالمينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر